قاعدة مهمة جداً جداً دايماً بقولها الأحبابي قاعدة اكتبع على قلبك كده الباقي معك ما ودعك فالوصل من الله سبحانه وتعالى دائم والعون قائم ولا ينتهي فده نصحتي لأصحاب النمط التالي أصحاب النمط التالي بقى دولة اللطاف بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا اكتئبتي ليه بقى؟ لأن رمضان كان طائط نور حاسز فيها بالسكينة والسلام ويجي يقول لي بالذات أنت مولانا أنت تكلمت عن أن رمضان كان رمضان السلام السنادي فخلاص السلام والأنس ده والدفة ده وود الأهل وتجميع الناس على الخير خلاص راح وفجأة بيحس أنه فقط كل ده بعد رمضان أكتر حاجة لازم نفهمها لأصحاب النمط ده أن رمضان مش جاي عشان يعمل لنا مزاج على حد تعبير الناس وهم بيتكلموا عن ده في الدراسات يعني رمضان مش جاي عشان يبقى جاست مود مجرد حال لا رمضان جاي عشان نحيا فيه من جديد جاي ببركة تجديد لقلوبنا وعلاقتنا وحياتنا وبركة رمضان لا تفقد بل بركة رمضان تعاش في كل الحياة وتجدد فبركة رمضان تجدد رمضان ده مش في الزمان نوره هيستمر ولذلك إيه اللي حاصل بركة ليلة قدر تنتشر يعني رمضان جاي عشان نستثمر ونعيش ببركاته في الحياة فلو كنا دلوقتي في رمضان جمال وبركة اللمة والاجتماع على الخير فالبركة دي جاية عشان نعيش بيها في حياتنا كلها بعد رمضان كمان فنجدد علاقتنا ونحرص على اللمة وندوم مكانا لله دا ما اتصل وان احنا نجتمع على الخير فرمضان جاي للتزود مش للتعود رمضان مش جاي عشان نعمل عادات رمضان جاي عشان نتزود لقابل أيامنا فرمضان جاء ليه للتزود لا للتعود مش جاي عشان نعمل عادة ان كل ما يجي رمضان نتلم لكن رمضان جاي عشان ايه نتزود فنتلم على طول ونجتمع على طول ونعرف ان اجتماعنا ده النياضة الله فوقها جماعة فده يحصل في كل وقت وهو معكم شوف وهو معكم وانتم مجتمعين وهو معكم اينما كنتم ويما بنقول اننا بنتمنى ان السنة كلها تكون رمضان يكون مش من باب الحصر على ان رمضان خلص لكن من باب تذكير الناس باستحاب بركة نور شهر رمضان في كل السنة عشان كده الصحابة وارد عنهم ان هم كانوا رضوان الله عليهم بيفضلوا ستة اشهر يدعوا ربنا ان هم يدركوا رمضان يبلغهم رمضان ايه اللي حاصل ويدعوا الخمسة تشهر بعد رمضان ايه اللي حاصل ان ربنا سبحانه وتتقبل منهم رمضان يعني بيعيشوا برمضان طول السنة فكانت حياتهم كلها عايشين فيها ببركة رمضان ويمكن عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى في قوله من صامر رمضان ايمانا واحتسابا من صامر رمضان واتباعه ستة من شوال فكانما صامت ضهر كلها يعني ايه اللي حاصل الحالة دي هتحصله في الظهر كله في الزمن كله ومش ببس في رمضان فنتعلم ان رمضان جاي للحياة كلها جاي عشان نتيقن ان حضرة مولانا سبحانه وتعالى الاجل معانا في كل نفس وعلشان كده كانت ليلة القدر ليلة واحدة من ليلة رمضان بتساول عمره كله ليلة القدر خير من ألف شهر واحنا شرحنا بالتفصيل في رمضان ان معنا ليلة القدر خير من ألف شهر يعني خير من الدنيا وفيها النمط الرابع بنقوله هون عليك وده النمط اللي بيحسه ويكتائب بسبب احساسه بالتوه بعد النور انا كنت عايش في نور رمضان اعمل ايه راح من النور عايش في الظلمة النور ده لمس قلبي طب ولما لمس قلبك من قالك النواة ذهب عندك ازاي عايش بالنور او بالتوبة في تفاصيل حياتي بعد رمضان وساعات بيحس انه مش قادر على تكلفة التجديد في الحياة يعني مثلا حد دوا انه هو يتوب عن العصبية لما رجع للشغل وللحياة لأ نفسه مش قادر مش قادر ما يتعصبش ومش عارف ازاي يعمل كده زي برضو اللي تاب انه يشرب السجاير في رمضان فانقطع عن السجاير في رمضان فاول ما رجع مع اول دي راح نافخ ورح يشرب السجاير فهو يقول لك فبدأ يحس بالفجوة بين اللي عايشه في رمضان واللعاهد ربنا عليه انه هو يتكمل فيه في حياته بانه هو ما يكملش في العصبية وانه ما يكملش في السجاير فحس بالاكتئاب محس بالفجوة دي لكن الاحساس بالتواه والفجوة على فكرة ايه اللي حصل يزال بالمحاولة يعني الاحساس بالفجوة دي نزيله بالمحاولة نزيله بدوام العيش بمدد الله الذي لا ينقطع عنك وليزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احب الاعمال الى الله ادومها وانقل خلي بالك في الحديث ده معنى ايه ان احب الاعمال الى الله ادومها وانقل مش العمل هو لا يداوم انت اللي هتداوم فالدايمومة بوصله باب مفتوحه منا وفضل من الله مفتوح للكل يبقى فالدايمومة مالهة بركة تغير حياة الإنسان وآزن الله بيها للكل وتملأ حياتنا كلنا بالوسع فعشان كده بقوله ما فيش قطيعة ولا حاجة ما فيش توها ولا حاجة كمل داوم مداومة ديت هي اللي فيها النهر ما زال يجري والوصل ما زال يجري فاستمر النمط الخامس بقى بقوله ايه بقى النمط الخامس اللي هو ايه اذكركم به